قندوسي أنا شايف إنه واحد من أهم مكاسب المباراة وجوده إنه هو بيلعب التسعين دي أتريباً دي أول تسعين دي أيلعبها بشكل كامل في أفريقيا كمان أنت كنت محتاج الكواليت ده من اللعيبة مع علي معلول إنه إنت الحتة دي إنه إتنين في ناحية الشمال زي ما بنستعرض أرقام القندوسي أرقام مميزة جداً وكمان هنشوف الخريطة بتاعة الحرارية بتاعته اللي هي تحركاته وخريطة الأماكن اللي لمس فيها الكرة كابتن إسلام كلها في أماكن هي يعني فيه فترة كان نادلالي كان محتاج حد في الحتة دي جنب علي معلول يسند عليه لأن معلول فعلاً من اللعيبة إلا استنفذت بدنياً أخطأ فكرة نواة فخدان الكرة بتاعه على مدارة تسعين ديها تلات مرات بس للعيب وسط ملعب ده كواليتي كويس جداً بيساعد حمدي فتحي ويساعد كمان لما يرجع عمر السلاية في وجود ديانج ومروان عطية فأنا شايف أن القندوسي واحد من أهم مكاسب المباراة بالإضافة علي معلول طبعاً لما بيضيع ركل الجزاء كابتن الناس كلها يعني إيه بتركز معاه والأمان هو مجهد بقاله فترة مجهد وتعبان جداً نتمنى بقى أن المباراة اللي جاية تساعد أن علي معلول يريح يعني برضو أن أنت علي معلول واحد هو تقريباً كابتن إسلام لأ كابتن إسلام أنت النهاردة أكتر واحد مساهم في الأهداف تحت نادي الألي وعلي معلول فالنهاردة أنت لما بتريحه وبيحصل أي تعصر أول حاجة بتجي في دماغك إيه أنا زره يحللي فالنهاردة تقريب المباراة ده يتعبه فأنا شايف أن قندوسي واحد من أهم مكاسب المباراة فكرة المكسب التجاري زي ما حضرتك قلتك كان مكسب ضد حاجة مهمة للنادي الألي في الفترة اللي جاية كانت المحصل صالح ربنا دي له الصحة أولا دايما نقول لنا كده بصة كابتن إسلام دي خريطة الحرارية بتاعته أو التحركات بتاعته الأماكن اللي هي البولت دي أوي دي الأماكن اللي هو أكتر أماكن توجد فيها هتلاقي كلها ميلة ناحية الشمال عند علي معلول وده ظهر كمان في الكرة بتاعت الهدف الأول اللي هو جابه كرة بتاعت الهدف التاني التالت عفوا اللي جابه رقفة خليل والتمرير اللي هو عملها المعلول الخريطة اللي بعدها اللي هي أماكن اللي لمس فيها الكرة كلها أماكن موجودة في الأماكن يعني هي ممكن تكون الكاف يعني مش واضح قوي بس هي النقطة اللي هي الخضرة دي كلها كلها أماكن بصة موجودة في كل حتة في الملعب وكلها ميلة شوية ناحية الشمال عشان يغطي لما علي معلول يتقدم فدي كلها مكاسب مهمة جدا يبقى أن نتائج بعد كده تخدمك لأن الموضوع صعب للأمانة عشان يبقى بأيدينا لازم احنا نكسب القطن بره يعني بعيدا طبعا مباراة سندانس طبعا الأول أهم حاجة فيها أن احنا ما نخرجش لقدر الله في هزيمة يعني التعادل أو المكسب ده بيخلي المجموعة لسه في إيدك لقدر الله فيه خسارة لسه فيه معاك الدنيا تمام أو يعني ممكن فكرة أهل موجودة ولكن هتبقى برضو مستني هدية أو مستني أن ما يحصلش مثلا ماتش سندانس والهلال يحصل فيه مشاكل يمكن حتى برضو عشان نقفل الملف ده فيه يعني المجموعة دي وارد يحصل فيها تعادل في النقاط فانت النهاردة كمان فرق الأهداف ده مهم هسألك بقى في الموقف الناد الألي في هذه المجموعة وما ينتظروا بعد نهاية الدور الأول يعني احنا حاليا مستنين طبعا نتيجة ماتش بكرة الهلال والقطن في السودان نتمنى يحصل فيها مفجأة لأن القطن يعني واضح تمام مستوى صعب جدا نكابت الإسلام يعني فريق خسر أصلا أول ماتشنا على ملعبه ثلاثة واحد واثنين واحد واثنين واحد وماتش اللعبه أول ماتش اللعبه برا ملعبه مع النادي الأهلي ثلاثة صفر فالنهاردة هو فعلا يعني الكبري زي ما شاكر كده قال الكبري بتاع المجموعة فنتمنى أن نفرق الأهداف احنا يبقى دايما لصلاحنا نحن لما نروح نلعب القطن هناك نستغل نلعب على عامل ده بتاعفرق الأهداف لأنه من العوامل اللي بتحسن لو نهاردة حصل فيه مثلا أن النقاط متساوية سواء في تحديد المركز الأول أو حتى المركز الثاني المواجهات المباشرة نركز وإحنا راحين مع سانداونز حتة النتائج مواجهات المباشرة لأنها مهمة ممكن لو تعادلت في النقاط مع سانداونز بتلجأ لحتة نتائج المباشرة النهاردة مع الهلال المباراة الأخيرة برضو وأنت بتفكر في الحسابات أنت خسرت وعد صفر فعشان تكسبوا تحديد تكسبوا 2 أو 3 عشان خاطر النتائج المباشرة والأهداف والحاجات دي لأن دي كلها ممكن تبقى حسابات موجودة معاك فأنت تبقى عمل حسابك على كل السيناريوهات يعني اشتركوا في القناة